انطلق من حديث فضيلة الشيخ الراجل تبع الاربعين يوم هي كتير مهمة يعني نحنا القاعدة الاربعين يوم هي الاساس لأنه منعرف طبيا انه قبل الاربعين يوم ما في جنين بيكون خلايا حمل عم تتكون نعم ليفرز الجنين على عمر الاربعين يوم مع مبض القلب دونك قبل الاربعين يوم نحنا معنا جنين يعني بيكون كيس خلايا خلايا عم تصنع لتعطي الجنين اللي منسميها سيتو تروفو بلاست والخلايا الحمل اللي هي من بعد الاربعين يوم بيبلش خلايا الجنين تتكون يعني سو نحنا قبل الاربعين يوم من خلال تخصيب الاربعين شو اليوم أنا ما فيني اجي اعطي قانون تقول اجهاد ولا لا نحنا اليوم بدنا ننطلق من الحيفيات كلها ان كانت الدينية ولا الانونية اذا طبيا بدنا نعرف امتى الجنين بدو يتكون هو ستارتنج من الاربعين يوم من بعد تخصيب البوايدة اوكي سو وقت نحنا بلشت الابادة عم تتخصب بالحيوان المنوي لتعطي خلايا أنا هون بعد ما عندي جنين اوكي طبعا الجنين نحنا بيكون عمره على الخمس ايام بيبلش انقسام الخلايا بس ولكن اذا بدو يبلش النبض ككائن حي هو على عمر الاربعين يوم يعني أنا وقته بعمل الالترا ساوند وبكون عم شوف المرة الانسانت بالعيادة قبل الاربعين بيكون عندي كيس حمل صغير ولكن ما في شي بقلبه لكن فضيلة الشيخ قال قبل الاربعين وبعد الاربعين وفي الكل تالحالة هي غير جائز هون اللي بدنا نحل الموضوع يعني إذا أنا اليوم طبعا بكل الأحوال الطب هو ما بيعالج بالجملة نحنا كيس باي كيس اليوم أنا بالعيادة ممكن تيجي لعندي كابل متزوجين نعم عندهم أولاد غلطوا بالحسابات حكيم إذا بتريد نحنا بدنا نروح هيدا منو منطق ما بتعمل بهذه الحالة؟ لا أنا برفض صراحة أني لأنه بس أنه هي حبلة وغلطت بالحسابات نعم لأنه القانون ما بيسمح أقل من الاربعين يوم أما اليوم كل شي جانين تكون فوق الاربعين يوم مع نبض أنا شخصيا وإنسانيا برفض أني أعمل لا ما بيخد هذه الحالة؟ في أي حالة بتجهد دكتور؟ اليوم نحنا دايما بهمنا سوكي بريم هو صحة المرأة نحنا البريوريتي هي السلامة الأم هيدا لأنصفة في رب العالمين لما أعطيها الحرية إنه إذا أي ضرر على المرأة بيكون حكمة هيدا يا استاذ الحالة بولدي خلني شكنا خليني كمل شكنا خليني كمل خليني كمل بس خليكمل غضر بس خليكمن اليوم طبعا في عنا كتير حالات بس مثلا فيها تكون الأمه بهاشي وعم تاخد أدوية معينة ممكن تشويه الجنين بس ما بيأسروا على الصحة بيأسروا على الجنين هيدا مفترض أنه نحن نروح لأنه هيدا الجنين حيجي مشوه غير قابل للعيش دو دو إذا اليوم المرة مثلا عاملي كزا عملية قيصرية منعرف أنه الرحم وجرح السيزاريان بيرئ إذا ممكن تجي لعنه وهي بدل ولد ولكن الكيس بأول ما نحن شفناه معلق مثلا على جرح السيزاريان ونحن بنعرف أنه لبعدين هيدا ممكن يأسر على وجود المشيمة كيف بدأ تكون بالولادة وعلى سلامتها وتنزف وممكن نضطر نشيل الرحم أو تروح على محلات معينة كمان نحن بننصحها أنه توقف الحمل هيدا بعد ما حكينا بتشوهات الأجنة بعدنا ببداية الحمل بتشوهات الأجنة بتنصحه؟ بتشوهات الأجنة كمان في عنا نحن تشوهات خلقية بسيطة تتركوا الخيار للأهل يعني؟ ممكن تكون في عنا سندروم بوليمر فورماتيف ماجور هيدا إذا بيكون غير قابل للحياة أكيد بأننا نصحها للمرأة طيب إجوا لعندك قبل اتنين شاب وصابية عملوا علاقة جنسية خارج الزواج حملت وهيدا الشيء ممكن يعملها كارثة بالمجتمع يعني ممكن يقضي على حياتها ممكن أهلا يقتلوها أو بدأ تروح على إجهاد سري شو بتعمل بهك؟ صراحة لأنه هنا في واقع إنساني وفي إنسانيا وطبعا في إذا ما نقول غلطت غلطت ولكن يعني هنا إنسانيا أنا بتعطف معهم ممكن الغلط غلط ما في حدا شو بتعمل إذا أرولك داخلك يا دكتور؟ ولكن بالقانون ما بيسمح لي ما بقدر إخد الكيس وصارت معي كذا مرة صارت معك؟ ورفضت لأنه القانون ما بيسمح لي لأنه إذا بيصير حيالة كومبليكيشن بالموضوع أنا رح أتحمل المسؤولية أنا تركت رأي القانون للآخر لا بدأ إسمع قبل سالي عن طبيب تاني ممكن يقبل عن طبيب تاني هو عمل له هاي العملية أو لا بطريقة غير آمنة طبعا غالبيتهم بروحها نحن معنا محامة وقانونة ضروري إسمع لأي أستاذ أسعد أبو جودة قبل ما إسمع أستاذ حسن شئير تفضل التعقيبا علي التفضل في الشيخ والدكتور كمان في بعض القوانين من الأنون البلجيكي مثلا يجيز تطريح المرأة وإجهادها عند وجود اغتصاب بعض القوانين تجيز هذا الأمر هلأ باللبنان لا يجيز هذا الأمر هلأ بس في نقطة الطرقلة دكتور عبقول إنه في وقت معين يعني يعتبر في الحمل يعتبر في الحمل هو 40 يوم ولكن بالآنون بيقلك إنه إنهاء غير طبيعي للحمل بصورة قصدية وقبل وقته الطبيعي بقى هالحامل هيدا بيحصل لما يحصل هاللقاح بالنسبة لأينا بالآنون مش لما يتعدى فترة زمنية معينة هيدا اللي عام قوله كرميل هيك القانون ما بيستمع لنا أنا مش عام برر إذا كرميل هيك القانون بده يتطور بده يتعدى حتى الإنون الليبناني لا يسمح بالإجهاد في حال وجود تشوه حتى الإنون الليبناني لا يسمح لا يسمح يسمح بحالي وحيدة في حال في خطر على حياة الأم على أي أساس يستند القانون إنه لا يسمح بالإجهاد إذا كان في تشوه بعض وإنونا للأسف من بعض الاستقلال بشوي مع تعديل القوانين رغم التعديلات شخصيا كإنسان يعني حضرتك يمكن تكون أب زوج حبيت بهالحياة جبت أولاد يعني المنطق بيقول والعقل بيقول أنه لا يجوز أن يأتي إلى هذه الحياة شخص مشوه يكون عالي على نفسه وعلى مجتمعه إذا أجدتك هيك قضية ما بتطلع بتترافع بتقول لا يجوز إنسانيا ولكن أنا مقيد بتطبيق النص الآنوني بالدفاع ضمن إطار النص الآنوني شخصيا كإنسان بعيدا عن الورق هلأ يعني بإمكاننا أكيد نلاقي أعذار مخففة بالأنون نعم ليش النواب والمشرعين واللي بيدرسوا أنون وبيوصلوا نواب هل بيستطاعتن أنه هن يغيروا بهذه الأوانين بلا موافقة السلطات الدينية؟